يد تنشغل بأحدث التغييرات السياسية وأخرى تضبط الجيران ببغداد تلك إذن قسمة عادلة يوافق فيها الكاظم كرئيس وزراء يدخل إلى غابة صناعة الهجمات وخنق الصوت النشاز الذي يستهدف بنيرانه الخارجة على القانون معظم البعثات الدبلوماسية والقوات الأجنبية في العراق وبرسالة واضحة المعالم تكشف عنها مصادر للتغيير نقلها وزير الخارجي أفواد حسين تؤكد أنها شديدة لهجة وبحالة مستعجلة من حكومة العراق إلى الإيرانيين تقضي بضرورة إيقاف الهجمات المسلحة المدعومة من طهران وقد تكون هذه رسالة التحذير الأخيرة قبل الانتقال إلى اتخاذ الخطوات الحازمة بعيدا عن وعود مفتعلة لا تسمين ولا تغني من جوع الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث بلقائه مع وزير الخارجية جاء مفاجئا سيما كما تؤمن قيادة مخضرمة في العمل السياسي في العراق والعالم فيؤكد روحاني أن إيران لم تؤمن قط بالتدخل في الشأن العراقي أو بين الجماعات العراقية أما تصريحه الثاني يأتي في إطار التأكيد على أن محاولة إخراج أمريكا من المنطقة ليست مهمة بلاده بل هو واجب أي بلد يتواجد فيه الأمريكيون تصريحان فيهما من التناقض أو الرسائل المبطنة يثبت هذا التفسير الممعنون في تعامل إيران مع الملف الأمريكي باستخدام الجسر العراقي هي رسالة الكاظمي التي تثير إجابات صادمة كما توصف في مطبخ السياسة فيما هي الخطوة الأولى صوب إثبات قدرة الحكومة على أنهاء معضلة بتت تقطع طريق العراقي إلى مستقبل استقرار سياسي مرورا بانتخابات حرة ونزيهة في أجواء لا تشوبها لغة الكاتيوشا أي كما يقول العراقي بصوت مرتفع كفى استغفالا بجسد الدولة في المجملي وفي التفاصيل أيضا